أما هلأ فرح الروح لبداية جولتنا الثقافية لليوم من ديمشق حيث التقى وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان مجموعة من الفنانين والقائمين على الانتاج الدرامي تفاصيل أوفاء بتقرير زميلنا غدير غفار جلسة مطولة التقى فيها وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان مع نخبة من الفنانين والمنتجين السوريين وعدد من الإعلاميين هدف الجلسة التي عقدت في المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بدمشق بحث ومناقشة قضايا الدراما السورية وأهم العقبات التي تواجه الدراما خاصة خلال الأزمة التي تعيشها سوريا قامت هذه الجلسة في محاولة جادة لإعادة الصدارة إلى الدراما السورية وإعادة الدراما إلى السكة الصحيحة من خلال آليات عمل جديد من خلال طرح مشاكل التصويق من خلال طرح مشاكل النصر وجميع المشاكل التي تعني منها الدراما السورية الحالية وبصراحة جميع المداخلات كانت عبارة عن مداخلات جيدة وقيمة وجميع لديهم هاجس وطني ألا وهو الارتقاء بهذه الدراما السورية إلى مصافي الدراما التي تكون دمًا في صف الأول ازدهار هذه الدراما وانتشارها بشكل اللائق والأمثل هو عبارة عن مكسب إعلامي ومكسب إعلاني وتربوي وسقافي وحضاري واقتصاد وقيمة مضافة لإقتصاد الوضع وبالتالي تأتي هذه الجلسة لمحاولة لدعم هذه الدراما الفنان المخرج نجدة أنزور أكد أن الدراما السورية تحارب بشتى الوسائل خاصة أنها الدراما تتميز بحملها للقيم وأشدد على أهمية الوقوف يداً واحدة في صناعة الدراما والإبداع حوارة تميزت بالموضوعية والشفافية من قبل المشاركين في الجلسة طرحت الكثير من القضايا الفنية والإدارية والتسويقية للأعمال الدرامية في محاولة للتلمس أكثر من تحدي يواجه الدراما السورية يبدأ من الناس يبدأ من الإنتاج الخفيف أو الرخيص يبدأ من المضاربة بالتوزيع كان هناك محاولة إذن حتى نقول أنه فيه اقتراحات للخروج من عنق الزجاجة التي حشرت فيها الدراما السورية حالياً وبدأت كان فيه أفكار جيدة ومثل ما تابعته سيد الوزير وعدنا أنه خلال فترة قريبة يرجع لنا بعدد من المقترحات التي تحولت إلى قيد التنفيذ لما بيكون المشروع الحقيقي اللي هو النص متماسك مثله مثل المهندس المعماري لما بيعمل رسمة متماسكة وجميلة بيطلع بالنتيجة بناء متماسك وجميل فلما بيكون نحن عندنا البنية الأساسية لنص هش وضعيف سينتج عنه مسلسل هش وضعيف هذا أمر واقع فنحن بالبداية علينا أن نهتم بالمنتوج الفكري من خلال لجان فكرية لا تجيز إلا النص القيم اللي فيه إبداع اللي فيه قصة أخاذخ اللي نقول وبناء عليه نحن أكيد في عنا ممثلين ممتازين من خلال السنوات الطويلة في عنا مخرجين في عنا فنيين كله بيبقى هذا البناء متماسك حطينا عدة أمور شيء يقوي التسويق والحقيقة أنه الحمد لله توصلنا لأمور منيحة هو أولا يجب دعم الدولة للجنة صناعة السينما والتلوزيون للحد من أي تسويق غير مناسب وهذا سيد الوزير تفضل وقال أبدأ كل استعداده للدعم مشكورا ثانيا أنه نساوي لجنة تسويقية مشتركة بين لجنة صناعة السينما والمنتجين اللي عندهم كونتاكت يعني عندهم اتصالات خارجية بالقنوات وإن شاء الله هذا بوادر خير لهذا الموضوع ما بقبل هاي الدراما اللي أنا كانت سبب أنه أنا صير شكران مرتجع أنه تروح من بين إيدينا وبعدين تجي هاي الدعوة أنا كتير مبسطت منا معناته نحنا منقدر نعمل شيء نقدر نعمل شيء والأهم أنه نكون مع بعض لازم نعمل شيء تكمن أهمية هذه الجلسة بمجموعة التوصيات التي خلص إليها المشاركون والتأكيد على البدء بتنفيذها بأقرب وقتا من قبل الوزير ترجمان فالدراما السورية العريقة كانت وستبقى من أهم الصناعات في سوريا وواجب على الجميع العمل على تطويرها